جاءتني أسئلة كثيرة في أيام متتابعة عن طالبان طالبان أفغانستان وإذا ما استلموا الحكمة في أفغانستان ودانت لهم البلاد هل طالبان أفغانستان وهابية؟ أم ماذا؟ أم ماذا؟ جاءتني أسئلة كثيرة في أيام متتابعة عن طالبان طالبان أفغانستان وإذا ما استلموا الحكمة في أفغانستان ودانت لهم البلاد هل طالبان أفغانستان وهابية؟ أم ماذا؟ كلمة طالبان جمع طالب وظهرت كلمة طالبان لي أول مرة حينما كنت طالبا في السنة الثالثة من الجامعة حيث سقطت كابل بأيدي من سمي المجاهدين الأفغان وتقاتل المجاهدون فيما بينهم وحملوا السلاح حمل بعضهم على بعض السلاح نعم وحصل اقتتال عنيف فالناس ملوا وشمازوا من هذا الحاصل طالبان سيطروا على الوضع ويعني دان لهم الناس سألت أنا ذاك الأفغان وكان بعض كبار الأفغان يعني كنت أعرفه جيدا وكان لهم انتصالات آنذاك وأذكر أن حكمة يار أن رأيتهم مجاهدين أفغان رأيتهم لكن جاءوا في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام رأيتهم آنذاك في المدينة منورة لكن لم ألتق بهم لكن بعض المقربين منهم يعني كنت أتكلم معه فسألت عن طالبان فقالوا طالبان هؤلاء هم يعني جمع طالب باللغة الفارسية طالب طالبان هذه ألف وأنون علامة الجمع في اللغة الفارسية مبعوث مبعوثان طالب طالبان هكذا طلاب العلم والمدارس الشرعية وهي كثيرة جدا في أفغانستان والقائمون عليها هم الذين قاموا بهذه الحركة ودانت لهم البلاد لأن لهم مرجعية دينية في البلاد والناس يحبونهم ويحتربونهم ولهم سلطة وأيضا السلاح بأيديهم ثم بعد ذلك هنا دخل الفساد ظهر الفساد في البر والبحر حينما جاء الوهابيون وقد كانوا في يوم من الأيام يرحب بهم في كل مكان خاصة من كان مجاهدا بعد ذلك وجدوا أنفسهم مطلوبين من كل مكان وحصل عند ذلك أذكره جيدا نوع من المساومة بين أمريكا وبين طالبان إذا أعطيتمون هؤلاء وإلا سنفعل ونفعل وتسخط حكومة طالبان عن ذاك فلم يسلموهم الوهابية الموجودين هناك ومنهم أسامة بن لادم ما قبلوا هذا الحقيقة وجهة نظر أولئك الناس وهي وجهة نظر محترمة أن هذا مسلم وإن كان مبتدعا والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ودفعوا ثمن ذلك بأن أسقطت أمريكا دولة طالبان وحصل ما حصل ودخلت البلاد في دوامة من العنف دامت أكثر من عشرين سنة ثمن طالبان وإذا عاد الحكم إلى طالبان فهل هناك مشكلة وهل سيعود الوهابية إلى طالبان الحقيقة الوهابية كانوا ضيوفا عند طالبان وكان فعلهم ليس مرضيا عنه من قبل طالبان طالبان وهذا أمر لا يعرفه أكثر الناس أتكلم عن طالبان أفغانستان ليس باكستان أتكلم عن طالبان أفغانستان طالبان أفغانستان حنفية في المذهب في الفروع ما تريدية في الاعتقاد صوفية في السلوك وهم ما بين نقشة بندية على طريقة الإمام المجدد رحمه الله السرهندي أو قادرية وهم من أهل الذكر والخلوات وربما وصلت خلوة الواحد منهم أكثر من أربعين يوما بينه وبين الله سبحانه فهم جماعة ما تريدية حنفية صوفية طيب وهذا الذي قيل عنهم وقيل والإعلام فعل بهم وترك وهؤلاء المجرمون الذين هم متشددون لا تنسى أن هؤلاء يقاتلون أمريكا وأمريكا حينما بدأت في حرب أفغانستان جماعة السينين كانوا يلبسون لباس الجيش الأمريكي يعني كانوا مجندين جماعة وكالة الأنباء الأمريكية كانوا يلبسون لباس العسكري فحرب إعلامية وحرب عسكرية وصم طالبان بأنهم من ذوي التطرف الشديد داعش كانت تقتل المسلمين طالبان ماذا كانت تفعل كانت تحمل السلاح ضد الأمريكان هذا واحده كافي هذه محركة مقاومة إسلامية مسلحة حركة جهاد حقيقي ضد الغاصب لبلادهم هذا واقعها وهم على معتقد أهل السنة والجماعة ليسوا وهابية بعض الناس سيفاجأ جدا بكلامها نعم يا أخي والله ليسوا وهابية في بداية الأمر حضرت لقاءات قديمة في التلفزيون قبل ثلاثين قبل خمس وعشرين سنة تقريبا يتكلمون بصراحة عن محمد عمر وعن الآخرين بأنهم جماعة من أهل الخلواز ومن أهل الطريقة الصوفية وكذا وكذا بعد ذلك كنت اغلق تماما لأن المراد في تلك القنوات نشر أن المجاهدين في العالم هم الوهابية وحدهم دون غيرهم لماذا؟ لأنه الجهاد الذي ترضى عن أمريكا ترضى عنه أمريكا ما هو؟ جهاد المسلمين جهاد المرتدين من المرتد؟ من حكموا عليه بالردة وهذا يقدم على الكافر الأصلي هدية لأمريكا الوهابية هدية لأمريكا طيب حملوا السلاح وأثبتوا وجودهم في الساحة أكبر دليل على أنهم ليسوا وهابية وجود الأضرحة وقبور الصالحين والأولياء والأولياء العظام جدا ممن يحاربهم الوهابية جدا فقبور الصالحين لا تزال موجودة وهم حنفية المذهب ما تريدية الأصول صوفية السلوك التشدد موجود نحن نرفض التشدد ولكن أيضا يعني عليك أن تراعي الظرف والبيئة التي يعيشها أولئك الناس أمريكا ما تريد؟ ما تريد أمريكا؟ فهذا قصة فيها مثل أمريكا تبحث عن مصالحها ومصالحها مع كل إنسان يقوم بهذه المصالح متدين غير متدين لبرالي غير لبرالي الأمر لا يعنيها دعنيها مصالحها ملاحظة أخيرة أنا قلت طالبان أفغانستان وكررت هذا مرارا أما طالبان باكستان هي ضمن الوهابية مئة بالمئة وتتبع المشروع الوهابي تماما وتقوم بتفتيت باكستان بقتل العلماء وبالتفجير وبالأذية وتحاول أن تقوم بأشياء كما يفعل الوهابية في كل مكان شغل الناس بقضايا تافهة وبقضايا جانبية وباغتيالات ونحو ذلك فكلامي هو عن طالبان أفغانستان وليس عن طالبان باكستان لأن اللغة واحدة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر موسيقى